الملف اليمني حيث تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي من السيطرة على مواقع جديدة في مدرية نهم شرق صنعاء فيما تستعد لتطهير ما تبقى من محافظة الحديدة واصلت الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران تانوتها تجاه الحلول السياسية متجاهلة وصاطت مبعوث الامم المتحدة حول الحديدة والتي كانت تمثل لهم طوق نجا حيث نقلت مصادر أن ميليشيات الحوثي استغلت بشكل يأس توقف العمليات العسكرية في الحديدة لإحراز أي تقدم عسكري لها إلا أن قوات الجيش الوطني كانت لهم بالمرصد قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية واصلت تحركها خلال الساعات الماضية من عدن والضالة باتجاه جبهة الساحل الغربي لتأمين خطوط إمداد القوات الشرعية في المنطقة استعدادا لتطهيرها بشكل كامل من الحوثيين هذا فيما شنت قوات من الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف العربي هجوما واسعا على مواقع جديدة للإنقلابيين الحوثيين في مديرية نهم شرق صنعة تمكنت خلالها من تحرير سلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبت صالح كما أسفر الهجوم عن مقتل عدد من عناصر الإنقلاب وتدمير عدد من آلياتهم الميليشيات الحوثية الإيرانية شهدت انهيارات واسعة إثر الخسائر المتتالية التي تجرعتها على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات اليمن ترجمة نانسي قنقر